بس استكملاً للنقطة دي كمان لأن إحنا لسه يعني لسه عندنا كلام مع مشكلة الاتحاد لحد دلوقتي لو هروح بقى للأهلي إحنا ما شفناش أو ما قلناش الاتحاد مين المسؤول عن خطاب الكعف بتاع طبعاً ملعب نهائي دوري الأبطال معلش هرجع لملفات قديمة شوية مين اللي خفا يا جماعة؟ مين اللي أخفى؟ الخطاب يعني يريد بس حضراتكم كده تطلعت قلولنا في بيان زي ما قلته في العديد من وسائل طبعاً الإعلام كلمته عن فلان اللي مخطئ أو غيره أو غيره عايزين بس حد يطلع يقول لنا من هو المخطئ؟ من هو المقصر في موضوع الخطاب؟ احنا مش عايزين أكتر من كده واعتقد ده طلب مشروع جداً من قبل النادي الأهلي لأن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان يعني زي ما تقول كده قفلنا على الموضوع وحيعدي لا هو مش هيعدي حتى لو اتناسها مش هيعدي لأن ده حق مشروع والأهلي ما بيسبش حقه فلحد دلوقتي ما فيش رد على الموضوع خطاب ده لوحده كان فقرة لطيفة جداً الدنيا كلها عادت تتأمل في الموضوع ده لأن المنطق غايب عنه أو غايب فيه وفي كل تفاصيله بنسبة مليون في المية والنوع ده من الأمور الحقيقة بيرتقي يعني لمرتبة أنه ما يصحش ما يصحش كده؟ هو الظاهر عزيب يعني ما يصحش اللي بيحصل ده ما يصحش عشان فعلاً في الأول وفي الآخر كل العك اللي بيحصل وكل اللغة اللي بيحصل وكل اللي حضراتكم شايفينه ده في الآخر بيصب في إيه؟ فعلاً في العنوان ده الكرة المصرية كرة القدم المصرية بكل ما فيها من كينات وأشخاص وأفراد في منتهى الاحترام والرقي والاحترافية فلين شوي الصورة العامة بشوية رفايع مش المفروض أن هي تكون بتحصل من الأساس على كل الأحوال برضو استكمالاً نقطة تانية كنا فتحنا مع حضرتكم الكلام فيها البعض يمكن معتقد عشان النادي الأهلي مشغول حالياً بالمدير الفني الجديد ومن سيكون وعملية اختياره والإعلان عن اختياره إلى أخيره طبعاً إلى جانب مباريات الفريق فيه ناس ممكن تعتقد أن النادي الأهلي ممكن يكون نسي لا النادي الأهلي لا نسي ولا حينسى لأن ده مش من طبع النادي الأهلي النادي الأهلي لا ساب ولا حيسيب حقه ودي حاجة يعني معروفة لكل الناس لكل المنتمي للنادي الأهلي وزي ما جاء في بيان لجمة وزارة الرياضة أن الاتحاد هو المسؤول فبالمناسبة يا ريت لو الاتحاد يطلع يقول لنا مين المخطئ في هذا الأمر وصوة كده كده لازم يحصل يعني إحنا دلوقتي بنطلب بس هو أمر لابد منه يعني هو مش هيبقى تفضل من حد هو لازم يتم الإعلان عن من هو المقصر أو من هو وراء إخفاء هذا الخطاب فلو إحنا دلوقتي بنتكلم وبنهزر هو إحنا بنهزر ماشي أو بناخد الموضوع بهزار شوية بس حقيقة الأمر لا إحنا لازم حنعرف مين اللي كان السبب يعني دي ما فيهاش فكرة رفاهية إن إحنا إيه الموضوع يعدي ده يعني أؤكد لحضراتكم إن الموضوع أكيد مش هيعدي